السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يلي حمدا يرضيه والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعه اللهم صلي على سيدنا النبي ما اتصلت عينه بنظر اللهم صلي على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حادية فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأزواجه وأحبابه وآل بيته وكل من اهتدى بهديه اللهم أمين يا رب العالمين افتح لها ألبك في سورة الزمر قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده يا عبد الله الله تعالى يسأل أليس الله بكاف عبده قل بلى بلى الله تعالى كاف عبده الله تعالى يتولى الصالحين فإذا أردنا أن ندخل في كفاية الله تعالى لنا فعلينا أن نجتهد في الصلاح فالله تعالى يكن مولانا وكان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولني في من توليت أي أدخلني يا رب في من مننت عليهم واخترتهم أن يكونوا تحت ولايتك يا رب اجعلني تحت ولايتك يا رب كن أنت سيدي ومولايا يا رب لا تكلني إلى غيرك يا رب قال الله عز وجل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وفي هذه الآية آية الزمر أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذو انتقام بلى يا رب الله عزيز ذو انتقام يعني يغار على أحبابه وعلى أوليائه فإذا كنت حضرتك من أحباب الله عز وجل ومن أولياء الله عز وجل ومن عباد الله الصالحين أو كنت أخت الكريمة من أولياء الله الطيبين الصالحين وأراد أحد أن يتعرض لك أو لك بالإيذاء الله يغار والله تعالى يتولاكم والله تعالى ينتقم ممن أراد أذاكم وفي الحديث الصحيح في الحديث القدسي الصحيح من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فمين ده اللي يقوى على حرب الله تعالى له أليس الله بكاف عبده بلى يا رب طيب الحياة مليئة بالأوجاع والهموم والأزمات وما منا إلا وابتلي في شيء يحبه إذا ابتلي أحدنا في شيء يحبه فالله تعالى هو يكفيك يكفيك ما أهمك يعني مثلا يتحطيت في مشكلة ومحتاج تعمل عملية ضرورية والعملية دي بستين سبعين ألف جنيه وإنت ما معكش غير عشر تلاف جنيه من الذي يكفيك مين بدأت أنت رفعت سماعة التليفون وكلمت حد من حبيبك كنت مفكر أنه هو حبيبك فعلا وإنت تظن أنه هو معه مال وشايف أنه معه مال اكتشفت اتفاجئت المفاجأة أنه بيتعذر لك ويقول لك ده أنا ما معيش واحد اتنين تلاتة ما فيش فايدة أخ جار قريب ما فيش فايدة فقلت يا رب ففوجئت أن ربنا عز وجل أكرمك ويسر لك وحد أقل لك قال لا تم أنت ممكن نجيب لك قرار على نفقة الدولة وربنا عز وجل يعني يسر لنا الأمر ده هنلحق أيوة نلحق إحنا ممكن أن نعرف فلاني الفلاني ده واحد من الناس المباركين الطيبين المحترمين مسؤول في المكان الفلاني طيب فهو ممكن يساعدنا في الأمر ده ويعجل لنا ظهر صدور القرار ده وبدأ ما تغرم كل الغرامة دي ونعمل العملية الكبيرة دي ويبقى داع على نفقة الدولة وفرت أنت الستين سبعين ألف جنيدون مثلا يعني أنا أضرب مثال يا أحباب سين سؤال هنا من الذي كفاك؟ الله أليس الله بكاف عبده؟ ساعتها أنت بقى اغرأ بقى في كفاية الله تعالى لك واغرأ مقابل هذا في العبودية العبودية التامة لأن العلماء بيقولوا كل لما العبد منا استمتع بالعبودية كل لما يستمتع بكفاية الله تعالى له والكفاية تتم بتمام العبودية فكلما صحت لك العبودية كلما تمت لك الكفاية يعني كفاية الله تعالى لك طب عبوديتك ضعيفة تيرمومتر العبودية جايب أن الحرارة بتاعت العبودية بتاعتنا ضعيفة حيبقى الكفاية من الله لنا إيه؟ قليلة يعني نتحطف أزمته ورطاته وما نطلعش منها بسهولة لكن نتحطف أي أزمة وربنا يهوينها علينا وتبقى يسيرة إذا صحة العبودية الدليل على ذلك أيضا من القرآن قول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير يعني إصابتك بالمصيبة دي على الله يسير مش صعب على الله وخروجك من المصيبة دي برضو على الله يسير وكتابة هذه المصائب علينا من قبل أن نخلق بمئات الألف من السنين هذا على الله يسير كل ذلك على الله يسير فكفاية الله تعالى لنا من كل هذه المصائب على الله يسير الله يكفيك الله يكفيك المخاوف والمهالك والأوجاع الله يكفيك الله يكفيك من الأعداء قال الله تعالى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الله يكفيك لأنه هو التواب الغفور الرحيم الرحيم فيكفيك وكفى بالله وكفى بالله عز وجل تتأمل وأنت منباهر بآيات الله تعالى الله يكفيك لأنه هو الرقيب وهو الشهيد وهو الحسيب وهو المحصي فتراقب كل سلوكياتك فتنضبط عليك حياتك أليس الله بكاف عبده قل بلى يا رب اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا الحمد لله الذي جمعنا على محبة كتابنا به الكريم ونفعنا به وقد حسنا منه المبتدأ وطاب منه الخبر وحبكم جميعا في الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته